صفحات عز ومجد سطرها جنود البواسل في القوات المسلحة الإماراتية كانت الإمارات وقيادتها وشعبها محل فخر فجعل للشهيد الإماراتي يوم تسرد فيه بطولاته وهو يوم الشهيد صدقوا ما عاهدوا الله عليه وما بدلوا تبديل حماة الأرض والتراب شهداؤنا الأبرار حفروا بأحرف من نور مسيرتهم الجليل في سجل الفخار الزميل محمد الجنيدي رصد بالكلمة والصورة زيارة أخبار الدار لذوي الشهيد مبارك محمد الخوار في إمارة عجمان ليسوا أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون هم شهداء الوطن والواجب الذين قدموا نفوسهم الطاهرة لنصرة الحق ففي ربوع إمارة عجمان بات علم الدولة شاهدا يرفرف على بيت الشهيد مبارك محمد الخوار فرغم دموع والده على فراق ابنه إلا أنه يرى أن التطحية بنفسه وأبنائه واجب وطني على كل مواطن أنا رحي بودر الطيارة ما تعسير؟ أنا بودر الخالفة مرم؟ ما ظني الخالفة من الحكومة تلع ما ظني ما ظني ما ظني أنا والله بسير والله فبتكترني بسير والله يشانوا مبوني إلا بتكتريني؟ والله يسير لأن فيها عملية وتعيص صحة إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الله في طالع الحياة البارك نعم وعبد الزهرة عبد الزهرة عبد الزهرة نعم فعن فراق الابن حوار أبوي يصف فيه الأب فلدة كبده كالزهرة التي طالما فاحت منها الرائحة الطيبة وعانقت روحه الطاهرة عنان السماء لتظل ذكراه خالدة في القلوب والعقول هذا فخر أي إماراتي أن يستشهد في دولة الإمارات أول شيء لأن دولة الإمارات هي أم وأبو لكل مواطن وفدى الإمارات أقل شيء تفدي بروحك أنك تستشهد فيها دولة الإمارات وكم ما تعطي دولة الإمارات ما تكفي اللي سويته لنا كمواطني سيرة شهداء الوطن سيحفظها التاريخ بين طياته وستتوالى ذكراهم العطرة على مر العصور وسيظلون رمز عز وأمجاد تروي الأجيال بطولاتهم الجليلة اليوم تفخر دولة الإمارات وشعبها بالشهيد مبارك الخوار فهو واحد من الشهداء الذين سطروا ملحمة تاريخية بدمائهم لإخبار الدار محمد الجنيدي إمارة عجمان